وللمزيد حول حركة دخول المساعدات إلى قطع غزة عبر معبر رفح البري يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري محمود جميل أهلا بكم وبكل أسادة المشاهدين نحدثكم عن معبر رفح البري الذي أصبح محط أنظار العالم فيما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية لأن كل التقارير وأيضا التصرحات الأممية من المسؤولين الأمميين يتحدثون عن أهمية المنافذ البرية وهذه المعابر لإنفاذ المساعدات الإنسانية ومحط أنظار العالم تتجاه مصر في تجهيز أكبر عدد من هذه المساعدات وأيضا رصد استفاف الشاحنات أمام معبر رفح الذي لازال يواصل عمله في دخول هذه المساعدات التي دخلت اليوم من منفذي كرم أبو سالم والعوجة بالإضافة إلى شاحنات الوقود التي زادت اليوم بشاحنتين عن الست شاحنات التي كانت تدخل في الأيام الماضية بالإضافة أيضا لاستقبال الجرحة والمصابين نتحدث عن أن الجهود المصرية لم تكتفي فقط بالمساعدات الإنسانية ولكن نتحدث أيضا عن دخول المستشفى الميداني المصري التي اتجهت إلى المخيمات المصرية الموجودة في خان يونس وهذا المستشفى الذي دخل عبر تسع شاحنات المستشفى الميداني وبها المستلزمات الطبية المختلفة وأيضا هناك متابعة دورية بصفة مستمرة من قبل الدعم النفسي من قبل المتطوعين في جمعية الهلال الأحمر المصري داخل مخيم خان يونس وأيضا هنا في مدينة العريش وفي معبر رفح يعني وحدات الدعم النفسي ما زالت مستمرة في تقديم خدماتها بالإضافة أيضا إلى استمرار تواصل المساعدات التي تأتي عن طريق المصار الجوي مطار العريش اليوم استقبل طائرة بلجيكية على متنها 40 طن من المساعدات الإغاثية وأيضا المستلزمات الطبية فنحن نتحدث عن مجهودات مصرية كبيرة في كل المسارات التي حدثتها مصر برا وبحرا وجوا لدعم الأشقاء الفلسطينيين تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن الأشقاء الفلسطينيين بالإضافة بالطبع إلى الجهود السياسية والدبلوماسية لوقف إطلاق نار كامل داخل قطاع غزة هذه هي الصورة والآن عودة إليكم في الستوديو مرة أخرى